لبيك يا رباه لبيك لبيك يا رباه لبيك يا رباه بهذه التلبيات بتهليل وتكبير وتسبيح رددها المشاركون في مهرجان التكريم للمبدعين في الدورات التربوية القرآنية تزامنا مع تلبياتي وطواف الحجاج في بيت الله الحرام بيوت ترفع ويذكر فيها اسمه لتكون منطلقا وأساسا للتوحيد الخالص بعيدا عن مظاهر الشرك والتدسيم والتطرف والتكفير والإبحاد لتشيع ثقافة المحبة والتسامح والاعتدال والسلام للأسف الشديد في العاون الأخيرة والثاترات الأخيرة وجدنا الكثير من الأفكار والتيارات المنحرفة التي نزلت إلى الشارع بصورة عامة وإلى الشارع الإسلامي بصورة خاصة هدفها الأول والرئيسي هو تشويه الدين الإسلامي وإظهاره بالصورة البشعة وتشويه صورته المحتدلة الوسطية وبسبب ذلك انبرى سماحة السيد الأستاذ الصرخي الحسني باعتبار مرجعا رساليا وأبويا لهذا المجتمع وللإسلام بصورة عامة فأخذ يقيم الدورات القرآنية التربوية منذ بداية شهر رمضان المبارك وإلى يومنا هذا فأقيم العديد من الدورات التربوية يتضمنها المجالس التوعوية التربوية التي تحذر من هذه الأفكار التي تحذر من هذه التيارات ويدعو إلى الرجوع إلى خط الإسلام المحتدل الخط الرسالي الأصيل لكي نعيش بسلام وكي نتحافي ما بيننا ندعو إلى وحدة الأديان الباقية على الحب والتسامح والوفاء أفتخذ في هذا التكريم والحضور ومشاركة في الدورات القرآنية نشكر مرجع الأستاذ على هذه الرعاية العبوية مهرجانات ودورات وافتتاحيات لمساجد وحسينيات تتجلى فيها معالم الإسلام المحمدي الأصيل بأبهى صورتها تمثلت بوعي والتزام الشباب والأشبال رغم مظاهر الانحراف من إلحاد وتطرف وشذوذ فكري وأخلاقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر